استجابة لنداءات الحكومة الصومالية وزعت الحملة الوضنية السعودية لإغاثة الشعب ومساعدات إنسانية للمتضررين نتيجة الجفاف الذي عصف بالبلاد وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع سعودي لتقديم الدعم الإنساني لهؤلاء الذين تأثروا بالجفاف حيث يواجه كثيرون خضر الموت في عدد وفق تقارير للأمم المتحدة نشكر الحكومة الصعودية لأنهم قدموا لنا مساعدات في وقت نعاني فيه من أوضاع صعبة نقول لأشقائنا الصعوديين شكرا على هذه المواد الغذائية دائما كانوا يساعدوننا في مثل هذه الظروف ويقول مسؤول الحملة الوضنية إن توزيع المساعدات سيصل لجميع المناطق في الصومال مؤكدا أن المشروع سيستهدف 25 ألف أسرة حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمه ولي أهده الأمين المشرف العام على الحملات الإغاثية السعودية نبدأ اليوم 11 من رجب 1438 هجرية في العاصمة مقديشو البدء في التوزيع على ألف أسرة ثم يتوالى إن شاء الله التوزيع حتى ننهي 25 ألف أسرة وأشادت الحكومة الصومالية بدور المملكة العربية السعودية المتمثل في تقديم المعونات للشعب الصومالي المتضرر من ويلات الجفاف نرحب بمشروع السعودية لتقديم المساعدات العجلة للصومال لم يتدخر جهدا ليساعد شعبنا وهذه المواد الغذائية التي أمامكم مخصصة لـ 25 ألف أسرة في كل المناطق في البلاد بدأت المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات إنسانية للمحتاجين من أجل تخفيف الوضاع الإنسانية في الصومال بعد موجات من الجفاف التي ضربت البلاد عبدالقادر فودي الإخبارية مقديشو